الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وصلت طائرتان مصريتان إلى مطار شرق القاهرة تقلان المصريين العائدين من السودان تنفيذا لتوجيهة الرئيس عبدالفتاح السيسي وخلال لقاء أجره التلفزيون المصرية أعرب المواطنون المصريون العائدون من السودان عن سعادتهم وشكرهم للرئيس السيسي للجهود المتواصلة لإعادتهم بسلام إلى أرض الوطن وأشد المواطنون بالدور الكبير للسفارة المصرية بالفرطوم في عملية إجنائهم لأرض الوطن بتوجيهاتنا من الرئيس السيسي استمر العمل في معبر أرقين لأعادة المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عبور العالقين من هناك من مختلف الجنسيات الصديقة والشقيقة وفي هذا السياق تواصل فرق الإغاثة الدولية بالهلال الأحمر المصري جهودها عند المعبر لمساعدة العائدين وأقامت تلك الفرق مركز إغاثة إنسانيا عند معبر أرقين الحدودي لتقديم خدمات الإغاثة والطوارئ وتشمل خدمات الدعم النفسي والأدويات والوجبات الغذائية يأتي ذلك بالتنصيق مع سفارة مصر بالسودان في محاولة لتخفيف حدة المعاناة وتقديم الخدمات الضرورية للمتضررين من الأزمة تنعي وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطم والذي استشهد خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان هذا وإذ تحتسب وزارة الخارجية فقدها الغالي شهيدا عند الله عز وجل ورمزا للتضحية والفداء في سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا لتؤكد أن البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسؤوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمينهم وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام دخل وقف إطلاق النار حيث التنفيذ اعتبارا من الفجر اليوم وذلك بعد أن أعلن الجيش السوداني في بيان له قبوله للوساطة السعودية الأمريكية لوقف الاشتباكات الدائرة في السودان والدخول في هدنة لمدة 72 ساعة وأضف الجيش السوداني أن الموافقة جاءت للتقفيف عن المواطنين ولدواع إنسانية مشددا أيضا على ضرورة التزام قوات الدعم السريع بوقف كافة الأعمال العدائية وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين قد أعلن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون تنفيذ شروطها بالكامل وكان وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف قد أكد في وقت سابق أن موسكو لا تفهم كيف تحاول الأمم المتحدة المساعدة في تنفيذ صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية وعرقلة تصدير الحبوب والأسمدة الروسية كما شدد على أن موسكو تجد الطرق المناسبة لتزويد الأسواق العالمية بالأغذية والأسمدة أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من عشرين شخصا في عداد المفقودين وذلك بعد حادثي غرق قبالة سواحل إيطاليا وأوضحت مصادر إيطالية أنه بعد أحوال جوية سيئة استمرت أربعة أيام ارتفع مرة أخرى عدد القوارب التي تحاول العبور إلى جديرة لامبيدوسا الإيطالية ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية وصل أكثر من ستتين وثلاثين ألف شخص عن طريق البحر إلى إيطاليا هذا العام مقارنتا بنحو تسعة ألاف شخص خلال الفترة نفسها من العام الماضي أعلنت الأمم المتحدة أن الهند ستتجاوز نهاية شهر الجاري الصين من ناحية عدد السكان لتصبح الدولة الأكثر كثافة سكانية في العالم من حوى 1.43 مليار نسمة وقالت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك إن التوقعات تشير إلى أن حجم سكان الصين قد ينخفض إلى أقل من مليار نسمة بحلول نهاية هذا القرن في حين من المتوقع أن يواصل عدد سكان الهند ارتفاعه على مدى عدة عقود مشاهدين انتهى موجزة الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخيرية مصر بعد الفاصل موسيقى موسيقى